فيلمنا بيبدأ مع أحداث حقيقة حصلت سنة 2013 وبينشوف شاب اسمه حسن هو قاعد مع عمرو وسعيد صحابه على القهوة وبيحكي لهم عن اللي حصل معاه لما كان في شرم الشيخ وانه تعرف على ستة أجنبية عندها ستين سنة عشان يتجوزها ويسافر معاه وياخد الجنسية لكن للأسف الست وقت في الحمام ماتت وساعتها لم يهدومه ومشي بسرعة من الفندق وبيكون وقتها حسن مدائي جدا هو بيحكي لأنه عايز يسافر برا مصر بأي طريقة فبيقول له عمرو انه يعرف شخص هيساعده ولما بيروح عمرو حسن للشخص ده بيلاقوا عنده ناس كتير زيهم وبيشرح لهم هيعملوا ايه وبيعرفهم انهم هيركبوا عربية من منطقة الحوامدية وهتنزلهم عند مزرعة في الكيلو واحد وتمانين وهناك هيسألوا عن شخص اسمه غمام وهيركبهم عربية خضارة هيستخبوا فيها وهيروشوا على جسمهم بون عشان يعدموا نقطة التفتيش والكلاب ما تشمش ريحتهم ولما يوصلوا للشط هيلقوا هناك لانش صغير مستنيهم وعليه شخص اسمه شحبيل هو اللي هيتحرك بيهم في البحر لحد ما يوصلوا المركب تانية في قبرس هيتشعلقوا عليها لحد ما يوصلوا قبل شط ايطاليا بشوية وساعة هيرموا نفسهم في المركب ويقوموا لحد ما يوصلوا للشط ووقتها هيكون البوليس الايطالي مستنيهم وبينبه عليهم شحبيل في الوقت ده انهم لازم يمثلوا انهم من اللاجئين السوريين عشان يقدروا يدخلوا ايطاليا لكن لو البوليس الإيطالي عارف انهم مصرين هيرجعهم مصر تاني فبيسألوا حسن وعمر الموضوع ده كله ممكن يتكلف كام فبيعرفهم انه ياخد على الشخص الواحد تلاتين الف جنيه وبعدها بنشوف كابتن عادل مدرس الالعاب وفي المدرسة وقاعد مع زميله وبيحكي له ان زميلهم ابراهيم مسك نادي المقصة فبيتصدم عادل وقته وبيكون مش مصدق لحد ما بيشوف الخبر في الجريدة وبيتداق لان ابراهيم فاشل ومش شاطر وبيحس عادل في اللحظة دي انه حظه يحش ولما بيرجع عادل للبيت بيقعد على الصفرة مع امراته وابنه وبيكون هو المحضر الغداء وساعتها امراته بتقولوا انها سمعت زميلها النهاردة بيقولوا انه مدرب فريق المكفوفين للكرة مات ومحتاجين مدرب تاني غيره عشان الفرقة مسافرة بطولها برا مصر فبيتاريق عليها عادل وبيسألها ازاي المكفوفين بيلعبوا كرة وده بيخال امراته تتعصب منه جدا وبتفهموا انه لازم يلاقي له شغل تاني عشان يقدر يصرف على البيت بدل ما هو قاعد يتاريق عليها فبيقرر عادل هو ابنه انهم يتفرجوا على ماتشاط للمكفوفين هم بيلعبوا كرة عشان يشوفوا بيلعبوا ازاي وهم مش بيشوفوا وبعدها بنشوف انجل الصحفية وهي بتصور واحدة من المشهورين وبتكون ساعتها انجل مستغربة جدا من تفكيرها وطريقتها وفي الوقت ده بيكون حسن عن دجارته وحبيبته بسمة في البيت وبتسأله نوي تجاوزها امتى فبيعرفها انه لو كان مع فلوس الجوازة كانت جاوزها من زمان وفجأة بترجع مامتها للبيت فبيجري حسن وبينط من البلكونة قبل ما تشوفه وساعتها مبسمة بتزعلها عشان شم ريحة سجار في البيت وبتفهم ان حسن كان عندها وبتعرفها انه خلاص اده كلمة للعريس اللي متقدم لها ولازم تنسى حسن ده خالص عشان مش هينفعها وبعدها بيكون حسن في شغله وبنعرف انه شغال فرد امن في مول وهو بيفطر بيلاقي خبر في الجريدة عن فرقة المكفوفين واللي بيكون اسمهم نادي الاحسان وبيستغرب انهم مكفوفين ومش بيشوفوا مع ذلك بيلعبوا كرة وعندهم بطولة بر مصر ووقتها بيكون سعيد في شغله هو كمان وبنعرف انه شغال عامل توصيل لمطعم واسناء ما بيوصل الاكل الواحد من الزباين بيتصدم ان حبيبته عنده وعلى علاقة بحد تاني غيره وبيرمي بعدها فلوس البقشيش اللي خدها من حزنه وبيمشي وبعدها بيقابل حسن وعمره وبيحكي لهم اللي شافه وحزين وبنعرف انه كان مستني يكون مع فلوس عشان يتجاوز حبيبته وان اللي كان مانع يتجاوزها هو انه بيصرف على اخته وجدته وتاني يوم بيروح كابتن عادل للدكتور رقوف اللي بيكون متخصص في رعاية الانشطة الرياضية الخاصة بذوي الاحتلاجات الخاصة وبيقدم له ملفه عشان يقدم على وظيفة تدريب فريق الكرة الخاص بالمكفوفين فبيعجب رقوف وقتها بانجازاته لكنه بيعرفوا ان تدريب المكفوفين محتاج تدريبات خاصة ومعاملة خاصة ملاقاش علاقة بالشطرة والاحترافية فبيقوله عادل انه خبرة في الموضوع ده لان ابنه من ذهل الاحتياجات الخاصة وبيعاني من شلال نصفي وهو اللي بيرعطه للوقت فبيعرفوا رقوف انه هيراجع الملف بتاعه وهيتوصل مع له فيه فرصة وبعدها بتكون انجي قاعدة مع رئيسها في الشغل وبتعرفوا انها زيئت من المواضيع التفع اللي بتكتبها وعايز حاجة تشد الناس وتشدها هي شخصة للشغل فبيديها صور فريق المكفوفين وبيطلب منها تعمل عنهم تقرير صحفي كامل لان الفرقة دي فاضل لها ماتش واحد بس ويصعدوا له بطولة كاس العلم في بولندا وتانيهم في الشغل بيكون حسن ويزميلوا قاعدين سوا وبيشوفوا ساعتها واحد مكفوف معاه اخو التوقم وبيساعدوا وبيستغربوا ساعتها ان المكفوف مش بان على انه مش بيشوف وبان كأنه شخص طبيعي بيشوف زيهم وفي نفس اللحظة دي بيجي في بل حسن فكرة وبيروح بعد الشغل للمحل السايبر اللي شغال في عمر صاحبه وبيوعد على جهاز الكمبيوتر عشان يدور على فريق نادي الإحسان ولما بيعرف عنوان النادي بتاعهم بيروح لهم وبيتفرج عليهم من ورا الصور وبيشوف المدرب بتاعهم واللي بنعرف انه كابتن عادل وبقى في النادي خلاصه ووفقه به وبدأ تدريب الفريق ولما بيرجع حسن للبيت بتفضل الفكرة اللي في دماغهم سيطرة عليه وبيفكر فيها طول الوقت وبنعرف ساعتها انه عايز يمثل انه مكفوف عشان ينضم للفريق ويقدر وقتها يسافر برا مصر بسهولة وتانيوم الصبح بيروح يشتر العصايا الخاصة بالمكفوفين وبيلبس نظارها سودا زيهم وبيركب الاؤتوبيس وبيروح للنادي وبيطلب انه يقابل كابتن عادل ولما بيقعد مع عادل بيكون مصدق تماما ان حسن مكفوف وده بسبب اتقان حسن للتمثلاب جدارة وبيطلب من عادل انه يضمه للفريق وده لانه كان بيلعب كرة من زمن وشطر فيها لكنه فجأة تعب وفقد نظره فبيرحب بيه عادل في الفريق وبيخليه يروح لغرفة تغيير الملابس عشان يلبس لبس تاني وينزل الملعب ويشوف لعبه وبيطلب منه يقل عن الضارة عشان مش يعرف يلعب بيها فبيتوتر حسن في الوقت ده وبيخاف ان حد يكشف خطته وبعدها بيعرف كابتن عادل حسن على الفرقة وبتوصل للنادي عشان تصور الفريق لحظة بلحظة وبتتعرف عليهم وهي مبسوطة جدا ووقت التدريب تسأل دكتور رقوف لأغلب المكفوفين وقت اللعب بيلبسوا مسكات سودا فبيعرفها ان مش كل المكفوفين على نفس الدرجة من عدم الرؤية وفي منهم اللي بيشوف ضعيف او بيشوف خيال ومش لازم المسكات دي تتلبس اسناء التدريب لكن في الماتشات الرسمية لازم يلبسوها عشان تحميهم من اي اصابات ممكن تحصل وبتلاحظ وقتها ان اغلب اللعيبة بيقولوا كلمة وقت الجاري فبيعرفها ان دي كلمة اسباني ومعناها انا قادم وبيستخدمها المكفوفين وقت الجاري عشان ينبهوا زمائلهم او الخصم انه قدامه وما يتصدموش ببعض وبتعرف منه انجي ساعتها معلومة تانية وهي ان الفريق كله بيكون من المكفوفين معدى حارس المرمى بيكون هو الوحيد اللي بيشوفه مش كفيف وفي نفس الوقت ده بيكون كابتن عادل بيتفرج على الفريق هما بيلعبه وبيعجب جدا بحسن ولعبه وبيطلب منه يجاهز جواز صفره عشان هيسافر مع الفرقة لان عندهم ماتش في كينيا وهو قرر خلاص يضمه للفريق فبيفرح حسن ساعتها جدا وبعدها بتتكلم مع حسن شوية عشان تعرف عنه شوية معلومات للتقرير الصحفي بتاعها وبتكون معجبة جدا بحسن وده لانه بيفهمها انه قدي بيعاني مع المرض وبيعتحداه وبيصلي وبيسمع قرآن عشان ما بقاش عارف ارازي زمان وتاني يوم بالليل بيكون حسن في السينما مع سعيد وعمر وفجأة بيتصدم لما بيشوف كابتن عادل في نفس المكان وبينلبس ندارته بسرعة قبل ما يشوفه وبعدها وخارج من السينما بيلاقي كابتن عادل بند عليه وبيمثل صحابه معا وقتها ان حسن مكفوف وبيحبه يخرجوه وبعدها بيكون سعيد وعمر عايزين يفهمه من حسن ايه اللي بيحصل فبيعرفهم خطته اللي قرر يعملها عشان يسافر برا مصر فبيقوله سعيد سعيدها النشطانه من السهل وبعد كام يوم بيكون حسن ركب الأوتوبيس مع الفرقة ورايحين المطار وهناك ظابط الجوازات بيطلب ان يشوف حسن وسعيدها حسن بيخاف جدا وبيقلق وبيلاقي الظابط بيطلب منه يقلق عن النظارة عشان يشوفه كويس وبيسألوا عن شهادت القعفة بتاعته من الجيش فبيطلعها حسن من شنتته وبيدهيله وبيصار بالظابط لان الشهادة مش مكتوف فيها ومكفوف فبيقوله حسن انه يتعمى بعد الجيش بكتير وفقد نظره من سنتين بس فبيختم له الظابط ساعتها الجواز ولما بيركب حسن الطائرة مع زميله بيلاحظ ان كابتن عادل بيبصله ومركز معاه ولما بيوصله كينيا وتحديدا يوم المطش بيكون مع حسن موسمي خبيه عشان يقطع به الغمامة بتاعت العين ويقدر يشوف من خلالها وهو بيلعب ولما بيبدأ المطش بيكون حسن قاد في الاحتياطي ولما الفرقة بيجي فيها جوال كتير بيقرر عادل انه ينزل حسن يلعب واسناء اللعبة بيحاول حسن يمثل انه بيلعب زي المكفوفين وبيكون شاف بشكل بسيط من الفاتحة اللي عملها في غمامة العين وبيقدر انه يجيب الجون الاول وبعدها بشوية بيجيب التاني وبيكون باقي جون واحد بس على التأهول لكاس العالم وبيجيب ساعتها حسن ضربة جزاء للفريق وبيطلب من فرج زميله في الفرقة انه يخليه هو ليشوت الكورة فبيوافق فرج وبيسيبه الكورة وبيقدر ساعتها حسن يدخلها في الجون وبيصعد بالفريق للبطولة وبيكون الكل فرحان جدا وبعدها بيروح عادل لحسن قدته وبيكون حسن وقتها متوتر جدا وفي اللحظة دي بيواجهه عادل انه عارف انه غشاش وانه بيشوفه مش كفيف ومن اول لحظة شافوا فيها بيلعب شك فيه وتأكد من دايهم السينما وفي المطار وبيعرفوا انهم اول ما يوصلوا مصر هيترودوا من الفرقة ومن نادي فبيرد عليه حسن وبيقوله ان هو كان السبب في فوز الفرقة وصعودها للبطولة وعشان اخد منه مصلحته دلوقتي ما بقاش عايزه بالرغم من انه عارف من البدان وغشاش زي ما بيقول وده معنى انه مشترك معه في الغش فبيتوتر عادل ساعتها وبيسأله عايز منه ايه فبيقول له حسن انه كل هو عايزه انه يسافر برا مصر وبيعاده انهم اول ما يوصلوا بولندا هيمشي وما حدش يعرف اي حاجة ده غير انهم لازم يسندوا بعض عشان هما الاثنين في الفرقة دي عشان مستقبلهم بس كل واحد بيتصرف بالطريقة اللي تناسبه فبيقرر عادل في الوقت ده انه يعمل اتفاق مع حسن وبيطلب منه انه يكمل البطولة للنهاية ويخلي الفرقة تكسب كاس العالم وهو وعد منه مش هيتكلم ولا يقول سره لحد فبيوفق حسن ساعتها ولما بيرجعه مصر بيكون فرج واحد من اعضاء الفريق عازم الكل عنده في البيت وبيحتفلوا بصعودهم لكاس العالم وفي الوقت ده بيشك تامر حرس الفريق في حسن لانه بيليه يعرف ياخد الكباية من على الترابيزة ويرجعها تاني من غناء اي مساعدة وبعد كاميهم بيتفاجأ حسن بانجي جاي بيته وبيليه مامته وفتحت لها الباب وانجي بتتعرف عليها وبتقول لها انها صحفية وجاية تصور معهم عشان بطولة العالم ووقتها مامة حسن بتكون واقفة مش فهمة اي حاجة فبيقول لها حسن بسطوتي على جنب انه اعمى ومش بيشوف لحد ما انجي تمشي وبعدها يفهمها كل حاجة ولما بيقعد حسن مع انجي بيبان علي انه معجب بيها وبتكون انجي حبه حسن جدا هو ومامته وبتصوره ممالتين مع بعض ولما بتمشي انجي بيليه حسن مامته بتتخاني معه وبتضربه عشان اللي بيعمله ده اسمه نصب وهيتعقب ويدخل السجن لو حد كشفه لكن حسن وقتها بيطمنها وبيعرفها انه ملقاش اي طريقة تانية غير ديه عشان يسافر برا البلد ويشوف مستقبله وبعدها بيكون في مؤتمر صحفي وساعتها كابتن عادل بيلاحظ ان تامر بيبص على حسن كتير ونظراته كلها شك ومرأبة وبعدها بيبدأ حسن يقرب من انجي وبيجي عادل يتكلم معه على جنب الواحدهم وبينبيه ان تامر شكله كده شكك فيه وبيرأبه طلوقت بنظراته ولما بيقابل حسن صحابه سعيد وعمر بيفكرهم التلاتة هيبعده تامر عن حسن ازاي وبيقرر ان سعيد يخبط تامر بالموتسيكل بتاعه كأنها حدسة غير مقصودة عشان تامر يتصاب ومايلعبش مع الفريق الفترة دي لكن سعيد بيرفض وبيخاف جدا فبيقرر عمر انه هو اللي يقوم بالمهمة دي لكن عايز يقف في حراسة المرمى مكان تامر وبعدها بيرجع حسن للبيت وبيكتشف ان انجي عندهم فبيلبس النظرها وبيرحب بيها ومبسوط انه شافها وفي الوقت ده بتكون بسمة بيتكتب كتابها على العريس اللي تقدم لها وبيجي يوم تنفس خطة حسن واصحابه عشان يتخلصوا من تامر واول ما بيخرج تامر من نادي بيكون عمر مستني بالموتسيكل وبيضربه بالعصاية جامد في رجلين وفي المستشفى بيكون تامر في قط العمليات وبيتخانق كابتل ان عادل مع حسن بسبب اللي حصل وفي نفس اللحظة دي بيروح لهم الدكتور رقوف وبيتكلم معاهم والمفاجأة انه بيكون عارف ان حسن بيشوفه مش كفيف وعايز منه خمسين الف جنيه مقابل سكوته وبيعرفوا انه مش هو الوحيد اللي في الفرقة اللي بيشوف وانه هشام وهاني زميله في الفريق مش مكفوفين وبيشوفه وحطين عدسات لاصقة لونها ابيض عشان يحبوكوا الدور فبيطلب منه حسن ساعتها انه يخلص صحابه ينضموا للفريق هم كمان عشان يسافروا معه برا مصر فبيعرفوا انه كده كده لازم يدفعهم كمان خمسين الف زيه وتاني يوم عادل بيقابل حسنه مع عمر وسعيده بيقولهم ساعت ساعتها انه عنده فكرة هيجيبه منها الفلوس وهي انهم يسرقوا صاحب المطعم اللي هو شغال توصيل فيه وبيعرفوا من المطعم في اليوم بيعمل مش قل من مئة الف جنيه فبيستغرب عادل ان سعيد عايز يسرق الراجل اللي شغال عنده وبيعرفوا سعيد ان الراجل ده حرامي وبيأكل حقه واخلاقه مش تمام ويستهل لا يحصل فيه وتاني يوم بالليل بيتصل عادل بصاحب المطعم واللي بنهرف ان اسمه المعلم طارق وبيحاول يشغله في المكالمة لحد ما حسن وعمري خلاصوا مهمتهم وبيكونوا ساعتها بيبوازوا عربيت المعلم طارق ولما بيجي معاد قفل المطعم بياخد المعلم اراد المطعم كله في شنطة وبيركب عربيته وبيتحرك بيها وفي نص الطريق بتاعت العربية من المعلم طارق وساعتها بيطلع علي اتنين بلتاجية عشان يسرقوه وياخدوا منه العربية وفي نفس الوقت ده بيتفاجئ حسن وصحابه بالبلطاجية لما كنوش عاملين حسابهم دول لكن هم بيهجيموا عليهم وبيقدروا ياخدوا الفلوس من المعلم طارق وبيهربوا وتاني يوم بيقابلوا الدكتور رقوف وبيدولوا سبعين الف جنيه بس فبيقولهم ان المبلغ كده ناقص والفلوس مش كاملة لانه عايز مية وخمسين الف جنيه لكن في اللحظة دي بيفاجئوا حسن وصحابه انهم بيصوروا دلوقتي وتصور فيديوه وبياخد منهم الفلوس ولو ما اخدش السابين الف جنيه وسيكت هيفضحوا في كل حتة وهيبلغوا عنه انه مرتاشي فبيتصدم رقوف وقتها من اللي حصل فيه وبيضطر ياخد الفلوس ويسكوت وبالليل بيروح حسن للحفلة في القبرة مع انجي وبيبنى عليهم ان بينهم اعجاب متبادل وبيطلع عمر وسعيد جوازات السفر بتاعتهم وبيبدأ حسن يعلمهم ازاي يمثلوا انهم مكففين وفيهم بيكون حسن وانجي خارجين سوا ولما بتوصلوا بالعربية بتصمم انها تطلع معها البيت عشان تسلم على مامته فبيعرفها انها في فرح بنت الجران فممكن تسنل حد ما بتخلص وفي البيت بتدي انجي الحسن هدايا جايبها له ووقتها حسن ما بيقدرش يكمل كدبه وتمثيل على انجي وبيمسك وشاه بيديه وبيفضل بصص لها وساقتها بتفهم انجي ان حسن بيشوفه وبتتصدم في وقتها وبتسأله ليه بيجدب وبيمثل فبيقولها انه عمل كده عشان عايز يسافر برا مصر لان الحياة هنا صعبة جدا لكن انجي بتقطعه وبتتخاني معاه وبتعرفه ان له لأمه الغالبانة كانت فضحته دلوقتي وبتطلب منه يبعد عنها وما يتصلش بها تاني وبتسيبه وبتمشي والتاني يوم بيكون حسن محبط جدا وبيحس صحابه وكابتن عادل انه مبقاش عايز يسافر فبيحاول عمري يهديه وبيعرفون انه دي فرصة ومش هتتكرر تاني وبيفضل حسن حزين جدا بسبب اللي حصل وبيحاول انه يتصل بانجي عشان يتكلم معيها ولما بترد عليه بيترجعها تسمعهم فبتوفق انجي وقتها وبتتفق معانهم يتقابلوا بكرة بعد شغلها وفجأة بيلاها حسن مامتو راجع لبيتها لابسة نظارة فبيروح يقلع لهم استغرب وبيتصدم لما بيلاها مضروبة وعنيها ورمة وبيفهم ان الناس اللي شغالة عندهم هم اللي ضربينها وبيحلف انه هيقتلهم لكن مامتو ساعتها بتوقفوا وبتعرفوا انها غلطت وسرقت منهم خاتم فبيتصدم حسن وبيسألها ليه عملت كده ووقتها بتنهر مامتو بتعيت وبتقولوا انها عملت كده عشان تبقى الخاتم وتديله الفلوس لانها مش عايزة يسافر ويسيبها فبيحضنها حسن وبيهديها ولما بيقابل انجي بيطلب منها تسافر معاه بما انها هي كمان نفسها تسافر فبترد عليه وتقولوا انها كانت عايزة تسافر معا عشان تشجعه لكن دلوقتي خلاص ما بقاش لها لازمة فبيحاول حسن يفاهمها ازاي عنا في حياته وانه لازم يسافر وزروفه الصعبة يسافر كل حاجة بيعملها دلوقتي وبعدها بيكون حسن في البص مع الفريق وفي طريقهم للمطار وبياركابوا الطيرا وبيوصلوا لبولندا وفي مطار بولندا بيكون كابتن عادل وحسن متوترين جدا وصحابه كمان لكنهم بيعادوا بسهولة وبيدخلوا بولندا وفي الفندق وقت الغداء بيتكلم عادل مع حسن وصحابه وبيعرفوا منهم لازم يكسبوا المطش ده وياخدوا البطولة لان فارج بيحلم باليوم ده ووثق في حسن من ساعة المطش اللي كذبه ومش حابب انهم يزعلوه او يخزلوه وبعد المطش يقدروا يهربوا خلاص ويوم المطش بيلاحظ عادل ان فارج مختفي فبيروح لقطه عشان يشوفه وبيتصنم لما بيليمش موجود ولا حكته موجودة او سايب ورقة كاتب فيها انهم هيوحشوه وبيفهم عادل وقتان فارج بيشوفه انه كان بيمثله ويغدعهم وكان عايز يوصل لبولندا عشان يهرب برا مصر وفجأة الكل بيسمع صوت الشرطة جاء على الفندق فبيطلعوا يجروا كلهم عشان يهربوا وبيقدروا فعلا انهم يهربوا والشرطة لم تستعرف تمسك ولا واحد فيهم والاخبار كلها في بولندا ومصر بيتكلموا عنهم وعن اللي عملوه وعن خطتهم وتمثيلهم عشان يسفروا برا البلد وبعدها بنعرف ان حسن واصحابه وفرج وعدل ورقه فالواحد منهم شف طريقه واشتغل في مكان مختلف عن التاني اما بالنسبة للبطولة فباقي المكفوفين اللي بجد كاملوها ولكنهم ما كسبوش وبنعرف ان اللي كسب البطولة وقتها فريق تاني وبيكون مصري برضو وبيخلص الفيلم الفيديو ده كتبته ألاء غازي وسجله محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني ومنتجه كريم طاهر وما تنسوش تعملوا فلو لصفحة فيلم في الخمسينة عشان تتابعوا ملخصات الأفلام الدرامية بصوت محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني وفلوا لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا لملخصات الكوميدية وفلوا لصفحة هكونها مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الكارتون والأنيمي سليم